وقال مولانا تبارك وتعالى يغت الحكمة من يشاء ومن يغت الحكمة تقدرتي خيرا كثيرا. وما يذكر انا اول الالباب. انما اقول هذا الكلام لان الظاهرة التي ولاحظها في هذه الايام الظاهرة التي بين شبابنا في هذه الايام ظاهرة خطيرة فاعرضها على حضراتكم الان وبعد تشخيص الدواء فاصف الدواء من صيدلية القرآن الكريم. ما من يوم يمر ان لا والتقي ببعض الشباب المتهالف على نفسه. يجلس جلسة القط الوذية. محطم النفس. ويقول ان مشكلتي انني اذا ذاكرت لا افهم. وعندما احاول ان اذاكر اشعر بصدوب عن الكتاب والاطلاع فيه. مشكلة. من المشاكل التي ستت بين شبابنا. وامهات يسألن هذا السؤال. ان ابني كان تركيبه متقدما في السنين الماضية. ولكنه هذا العام لا يفتح الكتاب ولا يفاكح. واحضر من هذه المشاكل ان بعض نسائنا وشبابنا اذا اصيب بحالة نفسية يذهب الى بعض الكنائس ليجيس امام القسيس فيعمره بتعليق الصليب والمحاصبة على الذهاب الى الكنيسة حتى قال لي بعض اولئي الناس. اصبت بحالة النفسية فضعت الى كميسة ذحي الويني. فسمعت واحد القصص يقول لزمينه ما هذا? قال له انه مسلم جاء لنعالجه فقال له زميل نحن لا نريد من المسلمين ان يدخلوا في كنائسنا حتى لا ينجسوها. يا مسلمون اتقوا الله. اتقوا الله يا مسلمون. اتقوا الله فقد كفى ما كان. اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان. اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اذا وصيب الشاب بحالة نفسية او عصابية. وذهب الى عيادة من عيادات علم النفس. قال له الطبيب الثاني سين واحد. هل انت تصلي? يقول نعم. يقول له انت معقد والنبي عقدك هو التدين. والله يا معاشر المسلمين لقد جاءني قبل صعوب المنبر شاب يعمل في تحت الشركة. هذا اليوم. وقال لي بالحرق الواحد انني اصلي والتحي اطلق بحيتي. فجاء نائب رئيس مجلس الابارة في هذه الشركة. وانظره اعطاه انظارا لمدة يومي اذا لم يحرق زقنه ويترك الصلاة فسوف يكون مصيره الطب. الا هذا الكلام لا ابالغ فيه حرفا واحدة. اذا لم يترك الصلاة ويحلق زقنه فامامه انظار لمدة يومين. انظار انظار من السيد نائب رئيس مجلس ادارة احدى الشركات. انظار لمدة يومين لماذا? اذا لم تنزح باسرائيل من المضايط لمدة يومين فسوف نشن الحرق. لا انظار لمدة يومين. اذا لم يترك هذا العامل العامل المسكين. اذا لم يترك الصلاة ويحلق زقنه التي تذكره برسول الله وهو لا يحب رسول الله. لا يحب ان يرى ما يمت الى رسول الله الله. لا يحب ان يرى ذلك. وبعد مضي اليومين لم يطرق العامل الصلاة ولم يحلق زقن. فقال له لماذا لم تنفذ الاوامر. قال له انا مستعد ان تقفلني من العمل ولا اعطي الله رب العالمين. تهمت له الانظار ثمانية واربعين ساعة اخرى. ولا يزال العامل في مدة الانظار الثاني. ولما زالني قلت له يا بني لا طاعة لمخلوق في محصية الخالق. لكن الله يا مصر. لكن الله يا مصر. الأمناء مستعدون. والمنافقون معززون مكرمون. لكن الله يا مصر. المخلصون غرباء. والغشاشون هم المواطنون الصلحة. عجبت لمصر عجبت لمصر تعظم ليس حقه وتفخر بالسلمون. والحق يا مصر. والحق يا مصر. سلام على الدنيا. سلام على الوراء. اذا اغتفع الوصر وانخصب المسر. لكن الله يا مصر. اغتفع الوصر. المتابطة المتابطة اشتركوا في القناة